من صحيفة المواكب ومنها نقرأ الشيوعي لنكون حق التجارب لسياسات البدوي أكد الحزب الشيوعي رفضه الدعوات المتكررة التي اطلقها وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي لرفع الدعم لحل الضائقة الاقتصادية قال الناطق الرسمي باسم الحزب فتح فضل إن وزير المالية يدور في نفس السياسات الاقتصادية لنظام البايد في مسألة رفع الدعم وشار إلى أن قوى الحرية والتغيير تقدمت برؤية لحل المشكلة الاقتصادية لأن الوزير لم ينفذ منها كلمة واحدة أوضح فضل في حوار مع المواكب أن المشكلة الاقتصادية لا يمكن حلها برشدة البنك وصندوق النقد الدوليين قال هذه السياسات جربناها في فترة النظام البايد وهي أوصلتنا إلى هذا التدهور المريع كيف تعلق سيدنا؟ يعني بفتكر الحزب الشيوعي إذا هو بقول ما في الحكومة وما مشارك وبيهدد وزير المالية هو معارضة هو حكومة هو شنو بعدين مزالت التلويح بأنه صندوق النغضي صندوق النغض الدولي المزالة دي عفى عليها الزمن لن تحكمنا صندوق النغض الدولي دي حاجات تقالت في التمانينات في الهتافات أنا بفتكر أنه اللي عايز يعارض السياسات الدائرة التبعية وزير المالية يقدم رؤى ما يتقول كلام بتاعينش ما يقول ما هيحكمنا صندوق النغض الدولي لا قل لي أنت عندك بدايل كده تعمل واحد اتنين تلاتة الدين خطة مكتوبة لكن من الواضح أنه المزالة مزالت مزايدة منذ شهور والحزب الشيوعي وحتى أحزاب أخرى تسانده في أنهم يرفضون تماما وزير المالية أو قرارات وزير المالية نعم كأن وزير المالية لم تعينه الحرية والتغيير هذا التناقض كيف يفهم؟ هذا التناقض يفهم بالمعاناة التي يعيشها المواطنة السودانية كل يوم في صف الخبز في صف الوقود في صف الناس يعني أنا لو يازلي أن أحكي قصة عنها بقول أنه الدب التي غتلت صاحبها الرجل اللي انغزله دب من فخ وقام الدب لقى زبابة على وجه الرجل شال حجر وضربوا به دل بتعمل فيه اللجنة الاقتصادية وكذا دايري نقتله الصاحب دايري طيب الآن البدوي وزير المالية هل يدير الاقتصاد من بنات أفكاره؟ أم ينفذ رؤية الحاضن السياسية اللي هي الحرية والتغيير واللجنة الاقتصادية الحرية والتغيير؟ أنا بفتكر ما هي ما بنات أفكاره بقدر ما هي مجموعة من الخبرات والأفكار الاقتصادية العالمية الرجل خبير عالمي غبل أن يصبح وزير مالية شهدناه في أروغة مركز مامون بحير الاقتصادي يلغي المحاضرات عن الاقتصاد الغياسي وغيره الرجل عالم في مجاله وعنده رؤى واضحة وقدر يعرف الرشدات الممكن تمرق الناس فبالتالي مزألة التعارض لماذا يرفض الحزب الشيوعي وزير المالي؟ المزايدة السياسية بتاعة الأحزاب اللي عايزة ناس الخرطوم عايزة تحكم وبتاع الخرطوم بعرابته لـ 2019 يكون ماخد بنزين بـ 24 جنيه بما أنه قالونا البنزين بـ 250 جنيه فعشان الأحزاب دي تظل في الحكم دائرة توفر لمواطن الخرطوم كل حاجة بما أنه في الولايات نحن بنتكلم عن ولايات كسلة أجلهم بـ 500 جنيه بـ 600 جنيه بالتالي الأحزاب دي ما قادرة تدفع التمن بتاع بغاف الحكم تخشى على وجوده بصراحة نعم طيب الحزب الشيوعي يرى أن المشكلة الاقتصادية لا يمكن حلها برشدتات البنك الدولي على حسب الخبر نعم طيب ما هي الحلول التي قدمتها الحرية والتغييد للبدوي ورفض أن يتسلمها البدوي أو ينفذها لا أهم بيتكلموا عن حلول أنه شوف شركات النظام السابق وين واستولى عليها بالغانون وخليها هي تدعم الاختصاد أنا دا يردي مثل شركة النظام السابق اللي بتكلموا عنها في مجموعة بتاعت غنوات تلفزيونية لجنة تفكيك التمكين قامت حيزت عليها الغنوات التلفزيونية دي خاسرة واحدة خاسرة كمه واربعين مليون واحدة خاسرة ثلاثة مليون يعني أنا دا يقول أنه الشركات النظام السابق ترك خاوية الوفاة حتى فما تراهن عليها أنت وتعرض لوزير العالي أنه يأخدها من يقول هذا الكلام يقول أن الشعارات التي رفعت في بداية الثورة أو في بداية بعد سقوط النظام أن هناك أموال كثيرة مجنبة كثير من أموال عند النظام البائد لماذا لا يتم استرداد هذه الأموال؟ لفائدة المواطن السورة طيب هي الأموال دي في ظل حاضنة سياسية أو ما الحاضنة السياسية كلها عشان نكون واضحين اللجنة الاقتصادية فقط بضعارة في وزير ماليته وزير ماليته بيفتح جبهات في أنه يرفع الحظرة واسم السودان من غايمة الدولة الرعية للإرهاب يدفع لضحايا المدمرة كل لضحايا السفارتين الحاجات يرسل نظام البائد كله بحاول يعالجه عبر وزارة المالية والجهات التانية بالتالي هنا عدم توفير الدعم السياسي بضعارة بيحمل لنا المشكلة إذا لم ينجح البدوي في هذا الملف كيف تنظر لي حكومة الحجير والتقائية؟ إذا لم ينجح البدوي في هذا الملف الحكومة ليست مغدسة يذهب تساب الحكومة وتأتي حكومة أخرى في ظل وجود الحكم المدني الذي لم يتنازل عليه السودان يتنازل عنه السودانيين بعد الدماء التي سكبوها